مجازون لأهم الأباء أهلا بكم أعلن رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي أن الحكومة ستواجه مشاكل في صرف رواتب الموظفين اعتبارا من الشهر الجاري بسبب هجمات ميليشيا الحوثي على الموانئ النفطية وأوضح العليمي في مقابلة تلفزيونية أن الهجمات الحوثية تسببت بتوقف تصدير النفط عقب إغراق المضخة التي ستكلف الدولة أكثر من 50 مليون دولار لإصلاحها في مدة لا تقل عن 6 أشهر العليمي حذر المجتمع الدولي من تقديم الحوافز للحوثيين داعيا إياه للانتقال إلى الأفعال بدلا عن الإدانات في السياق ذاته قال مركز أمريكي أن الصراع الاقتصادية المتبادلة في اليمن يهدد بإطلاق دوامة جديدة من التصعيد العسكري أشار تقرير لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية إلى أن ملايين اليمنيين يواجهون الآن خطر تجدد القتال وخطر الضربات الجوية والقصف البري والهجمات الصاروخية مرجعا ذلك إلى مساعي كل طرف للسيطرة والاستفادة من الاقتصاد الهش إلى ذلك جددت مليشيا الحوثي تهديدها بالتصعيد العسكري والسهداف موانئ وسفن النفط وخطوط الملاحة الدولية قالت وكالة سبا الخاضعة للميليشيا أن القيادية الحوثي مهدي المشاط حذر من مخاطر استمرار حالة لا سلم ولا حرب التي يهدف التحالف لإبقاء اليمن فيها حد وصفه وأضاف أن منع نهد الثروات اليمنية قرار حتمي في إشارة إلى السهداف الموانئ النفطية وحركة سفن تصدير النفط دعا التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية مجلس القيادة والحكومة إلى تحرك عاجل واتخاذ إجراءة حاسمة لوقف أحكام مليشيا الحوثي بإعدام وسجن 29 مواطنا من أبناء صعدة وطالبت الأحزاب في بيان لها مجلس الأمن الدولي ومبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن بالقيام بدورهم في وقف الأحكام الحوثية وكانت المليشيا أصدرت حكما بإعدام 16 مواطنا وسجن آخرين بتهمة التخابر مع التحالف السعودي الإماراتي تسببت سيول الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظة سقطراء الخضعة لسيطرة المجلس الانتقالي بأضرار واسعة في الطرقات والمزارع جراء تأثير المنخفض الجوي قالت مصادر محلية أن أنطارا غزيرة شهدتها الجزيرة تدفقت على إثرها السيول التي تسببت بوقوع أضرار واسعة في معظم الطرق الرئيسية مبينة أن المواطنين يحاولون بجهود ذاتية فتح الطرقات نهاية الموجز إلى اللقاء اشتركوا في القناة